اشتركوا في القناة اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها وهذا دليل واضح جلي يخشف قطعا ان الشعب المصري العربي بكل قبائله العربية مجتمعا كانت ترفض الحكم الايوبي وترفض حكم الملك العادل الايوبي وهذه الحقيقة التاريخية تفند وتكذب كل ادعاء بخلافها الى العرب الى القوميين العرب جدا جدا اقول اقرأوا وعوا هنا ابن الاثير يقول وهو عربي او يقولون انه عربي هنا ابن الاثير يقولون عنه انه عربي فلنرى كيف يتحدث ويصنف الامور هذا العربي ومنه لكم ان تقيسوا ما يتحدث ويصنف ويتصرف غيره من غير العرب فلنرى كيف يتحدث ويصنف الامور هذا العربي ومن حديثه وتصنيفه لكم ان تقيسوا ما يتحدث ويصنف ويتصرف غيره من غير العرب لنرى العالم المؤرخ ابن الأثير كيف صنف المجتمع المصري في زمن العادل والحكم المملوك الأيوبي إنه صنف المجتمع على سنفين الأول هم العرب مجتمعا بكل قبائلهم والثاني غير العرب وهم المماليك ومماليك المماليك ومماليك المماليك وكلهم من العاجم الترك وغيرهم فقال اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة لدميات وقطعوا الطريق وأفسدوا وبالغوا في الإفساد ثم يخطو خطوة أعمق بل أدق في التصنيف والتشخيص فيعتبر هؤلاء العرب بمجموعهم غير مسلمين كما يعتبر ابن تيمية الشيع ليس بمسلمين الرافض ليس بمسلمين الإسماعيل ليس بمسلمين الزايدية ليس بمسلمين الصوفية ليس بمسلمين الجهمية ليس بمسلمين المعتزل ليس بمسلمين فيعتبر هؤلاء العرب بمجموعهم غير مسلمين بينما خصص الإسلام والمسلمين بغير العرب من المماليك فقد تحدث عن وجود فرنج ووجود العرب مجتمعة بكل قبائلها ووجود المسلمين تحدث عن ثلاث وجودات وجود للفرنج ووجود العرب مجتمعة ووجود المسلمين فذكر أن العرب مجتمعة كانوا أشد على المسلمين من الفرنج التفت جيداً حيث قال اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة لدميات وقطعوا الطريق وأفسدوا وبالغوا في الإفساد فكانوا أي العرب مجتمعة بكل قبائلهم فكانوا أشد على المسلمين من الفرنج وهذا كلام ماضح جداً في أن العرب مجتمعة ليسوا بمسلمين وهذا ما نعيشه الآن واقعاً حيث أن ما يسمى داعش من المارقة يتعاملون واقعاً مع العرب مجتمعين على أنهم ليسوا بمسلمين فيطلقون عليهم عنوين تخرجهم عن الإسلام مثل المرتدين والقبورية والصوفية والكهنة والمشعوذين والجهمية فضلاً عن الرافضة والشيعة فيستحلون دماء الجميع الأطفال والنساء والشيخ والرجال في الحافلات والقطارات والسفن والطائرات في الأسواق والمدارس في البيوت والشوارع وأماكن العمل في المساجد والحسينيات والتكايا في مناسبات دينية واجتماعية في الأعراض وفي مجالس العزاء من الشيعة والسنة في بلدان شيعية أو سنية وفي كل زمان ومكان وعلى كل حال فيا ترى هل تأثر ابن الأثير ببعض أفكار المارقة المعاصرين له فأظهر ما عنده في الكلام أو أنه غير عربي فتعصب لقوميته العجمية أو أنه تعصب مذهبي يرجع إلى تقليده لبعض أمة الشوافع المكفرين لباقي المذاهب فيكون التكفير بلحاظ اتباع مذهب مالك الذي كان له الشياع في المجتمع المصري في ذلك الزمان قبل أن يفرض الأيوبيون المذهب الشافعي بأساليب الترغيب والترهيب ترجمة نانسي قنقر